أقيمت قافلة طبية بوحدة صحية تابعة لإدارة الشراتين الصحية دمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة قال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي إن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 59 حالة بمختلف التخصصات الطبية حيث تم إجراء عدد 15 فحصا معمليا وإجراء 9 أشاعات وسنارة كما تم إجراء 12 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة